أعود بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين ينشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا ربنا نصرف عنا عذاب جهنم ربنا نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالنغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أسوأ اللذين يقولون والذين يقولون والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيون واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما اللهم إن أسمك الجزاء قل ما يعبأ بكم ربي قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما قدمت لكم هذه التلاوة من موقع تيفي قرآن دوت كوم